نقول هالكم يا جماعة وما زلت ناصح أمين على السلطة أن تفتح باب الحوار مع الشعب الجزائر وأن تنطلق في مرحلة حقيقية يكون معها الشعب لأنه إذا التحمت السلطة مع الشعب ستنكفي الشف أو ستنفضح خفافيش الظلام سينفضحون جميعا خفافيش الظلام في السلطة وخفافيش الظلام في المعارض سينفضحون جميعا شفت قضية هذا الولد هذا القاصر كيف وصل الوضع انتاعه وكيف وصلت حالته كيف تم استغلال قضيته وأنا في المداخلة اللي درتها البارح وراهي ناس هجمت عليها وكذا وكذا وأنا درت العلوان قضية نعم وضعت الشرطة في قفص الاتهام حقيقة لما يأتي شخص يقول رهم هو قال حاولوا يغتصبون أو أنهم حبين يغتصبون هو قبل لفظ هذا وأنهم سياوا وبعد ذلك يتطلع النيابة العامة الأمن الوطني دار بيان الآن اليوم النائب العام دار ندوة صحفية حكاية أخرى المشكلة الأساسية أنه كان زمان عندما كانت المعارضة تعارض بشرف وكان النظام أيضا يتعامل مع المعارضة بشرف لكن الأسف الشديد وصلنا المرحلة فقدت طرفان الشرف هذا النظام يكذب ويلفقتهم إلى كثير من المعارضين والمعارضة للأسف الشديد ولت حتى هي تكذب وتلفق في القصص لأن القصص ضد النظام من أجل إحراجه فقط ومن أجل الضغط عليه فقط ما يهمهمش جاء ولد من المفروض لما يأتي ولد يكون قال كلام حتى المعارضة يجب أن تكون عقلانية تتعامل مع المشهد ما يوقفوش واغتصبوني وكذا هذا مغصبوه وداروله وداروله هذا الشعب ثوره ما هذا بهؤلاء تصنعون التغيير والله تصنعوا التبندير وتصنعوا التغبير على وجوه الجزائريين ما تصنعوا لا تغيير ولا أي شيء إذا كان النظام كذاب تقولوا يجب أن تكون المعارضة صادقة وإذا كان النظام أيضا يقول عن المعارضة كذاب يجب يكون صادق لذلك على الطرفين أن يكونوا صادقين على الأقل من أجل مصرحة البلاد ومصرحة العباد ولكن أنهم يتحولوا هذا يكذب على ذاك ما بقاتش بلاد هذا ما بقاتش بلاد هذه بمعنى الكلمة هذا يجيبوا يحكي يروا إرهابوا كذا وكذا ولو أخرجي أو اغتصاب كذا أنا قلتها لكم وما زلت نقولها ونأكد عليها أن الأجهزة الأمنية هي المستهدفة وفطرة اللي كان فيها القيد صالح رحمه الله هو المسؤول في تلك الفطرة كان الشيء الوحيد الذي خلاهم غضبوا على القيد صالح كل ذلك الغضب بغض النظر له ما له عليه ما عليه أنا مش مهنان قدس في القيد صالح رأني كنت من أكبر الناس اللي ينتقلوا في القيد صالح ولكن الحقيقة في تلك المرحلة أن نفوت عليهم الفرصة لأنهم كانوا يريدون الزج بالجيش والأجهزة الأمنية في إراقة دماء الجزائري لكن لم يفلحوا حتى في المظاهرات حتى في المظاهرات مركزين على القاع فقط أنهم حبين يجيروا بأي طريقة من أجل جرى أجهزة الأمنية لمواجهة لما هذا الأمر لم يتحقق بدأوا الآن يتكلمون على ما يحدث في دهليز الشرطة ودهليز الأمن نعم الأمن يديروا يديروا يضربوا الناس ويحتقلوا الناس ويعذبوا الناس ويديروا حقيقة ولكن لما تكون حاجة داروها حقيقة يجب أن تكون صحيحة ماش نجيبون نبدو نفبركوا السيناريوهات ونفبركوا القصص ونستعملوا في أطفال صغار من المفروض الأطفال الصغار ما يخرجوش خلاص للتظاهرات هما قصر ما يجب استعمالهم في مثل هذه الأمور من المفروض الطفل صغير يبعد في بيته هذا هو من المفروض ماش تخرج للولاد الصغار كيدير وقفوه ولا حاجة بعد ذلك الدولة لا تحترم القصر ولا تحترم كذا والعص يعني مثل هذا العبث لم أرى فيه في حياتي نحن عندما نريد معارضة النظام نعرضه بشرف نعرضه بصدق النظام عندما يخطأ نقول لو أخطأتنا وعندما يكون دار حاجة مليحة يقول دار حاجة مليحة وأعطيها لكم مثال اللي هدرت عليها اليوم قضية تراجع عن قانون سحب الجنسية الجزائرية أنا كنت انتقاد كبير ولكن للأسف خطأ السلطة أنها تقتم على أشياء وبعد ذلك عندما تلقى روحها في موقف تحيس بيس تسحبها داروا حابين يديروا مذكرة توقيف ضد بعض الأطراف هو شاف الدنيا انقلبت عليهم هما ضربوا النح جاءوا ديروا حابين يديروا وقالون سحب الجنسية هيا جاتهم ضغوطات من الخارج لأنه أنا عندما قلت بأنها ضغوطات من فرنسا وضيقات من أمريكا أنا أعي ما أقول واحد يجي يقول لي أنت بهذا تكشفهم أنا ما يهمني نكشف حتى واحد أنا ما يهمني أنا يهمني المعلومة الصحيحة الموثقة اللي متأكد منها من الصحيحة نقولها تفضح هذا ولا تستر ذاك هذا لا يعنيني أنا أمارس الإعلام وأمارس التحليل السياسي أما أني نجي نستر ما دمت متعاطف مع المعارضة ما نجيبش الحواجي اللي تكون بذر المعارضة وإذا كنت متعاطف مع النظام ما نجيبش لا إذا كان النظام غالط غالط إلا هنا إذا كانت المعارضة غالطة هنا رأي غالطة هنا وانتهى الموضوع وما كان حتى واحد رح يحسبني ولا كين واحد رح يخدمني عنه سواء من السلطة أو المعارضة فليذهبوا إلى الجحيم جميعا إن كذبوا كل من يكذب على الجزائريين وعلى الشعب الجزائري إلى الجحيم وهذه يجب أن نكونوا واقعية إخواني الكرام قلت بأن المعلومات التي وصلتني من مصدر محايد جدا وموثوق أن هذا الولد هذا شتوان هذا الولد لم يتعرض للاغتصار هذه هي الحقيقة لكنه تعرض إلى كلام فاحش أحد الشرطة دفعوا دفعوا هكذا من الخلف واستعملوا معها العنف واخذاه وقالوا كلام قبيح أفعل فيك كذا وكذا وكذا مجرد كلام مستعمل يستعملوه تعرفوا يستعملوه العسكر ويستعملوه البوليسية ويستعملوه حتى الشارع الجزائريين هذه هي الحقيقة لم يتعرض إلى ما قالوا من اغتصار هذه المعلومة التي وصلت إذن المطلوب أنه الشرطة اللي استعملوه العنف من الفرطة لا يستعملوه معه العنف طفل مينار حسب ما قالت النيابة أنه شكله حقيقة يظهر كأنه ما هوش قاصر ولكن عندما تبين أنه قاصر يجب أن تتخذ الإجراءات تجاه الشرطة الذي قال كلام لا يليق قال كلام قبيح ما أستطيع أن أرده هذه هي الحقيقة هذه الحقيقة التي توصلت إليها هذا المساء من مصدر موثوق لا ناقله ولا جمل في المعارضة ولا في الصد بل كان على مقربة من هذا الحدث على كل حال هذه هي الحقيقة التي يرد المهم أنها خلفياتها هذه أضرت أضرت بمصداقية بلا أدنى شك أضرت بالأجهزة الأمنية لأنه عندما يتداول وسائل الإعلام خبر اغتصاب طفل في وسائل الإعلام بكثرة وبعد ذلك جيت روج الحقيقة تجد أنه فكرة الإغتصاب لأنه حتى الإعلام لأسف الشديد تأيماً يروح للنقطة السلبية كي تظهر الحقيقة ما يروج الهاش بقدر ما روج إلى الكذبة عندما تأتي الحقيقة ما يروح للهاش كي ما روج للأكاد لذلك ستبقى صورة الأجهزة الأمنية مشوهة وحقيقة يوجد داخل الأجهزة الأمنية من شوها؟ نحن مرينا على تحقيقات وأنا كنت معتقل من قبل وشفتهم كيفاش يدوروا كيفاش يشتموا الأمهات كيفاش يقولوا الكلام القبيع كيفاش يضربوا كيفاش يعتدوا هذه حقيقة موجودة موجودة ولكن عندما تحدث ونقولوا عليها حدثت وإن كان لم تحدث ونقولوا عليها لم تحدث لذلك هذه فرصة للأجهزة الأمنية كي تكون فيها قوانين صارمة لا يجب أن الشخص عندما توقفه يجب أن تكون مجهز الآن ضروري جداً أن تجهز الأجهزة الأمنية تاعة بكاميرات تكون مرفقة مع كل شرط لا خسروا عليها شوية دراهم وخلاص لأنك أنت رك مستهدف غدوة ما تديرش حاجة يقولوا عليك دير لأنه الهدف الآن هو مش إحداث التغيير ومش الضغط على السلطة للتغيير السلطة للأسف الشديد ما تسمع وفيها أطراف وجدو غير هذه الطرق من أجل تهييج الإعلام العالمي ومنظمات الحقوقية حتى تضغط على السلطة وزيد أن الناس أدركوا أن السلطة لا تستمع إلا للخارج لا تستمع إلا القوى الكبرى لا تسمعش للجزائريين لا تسمعش حتى للجزائريين في الخارج إذن إخواني الكرام المشكلة الأساسية أنه وصلنا لمرحلة عاد الجزائري يقول أجهزة الأمنية تتصبه وصلنا إلى حال أن الأجهزة الأمنية أيضا جيب إرهابيين تقول أن الشارع أيضا سيحضر عملية إرهابية ومثل هذا العبث الذي يجب أن يقوم